ويقدم الضبي الضبي خاطفة لكأس اللقاية تهانينا للحاصفة ناموس ناموس حيض الله ويك ويهب أزرادة طيب هابو راسد على الخط هو يساير منك منتبع ناموس الرئيس الدولة صاحب البندقية على أرضية ميدان الوذبة سلام يا الإمارات سلام يا أهجن الرياسة سلام يا العملاقة دقي 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 الرئيسة الحمد لله ما قصرة نافذت على الرمز وخذت شوط القعدان وصلوا السلام لمزايد وصلوا السلام لمحمد الرموز أول مشاركة وهنا ضامن الشوط 100% بقول لك 100% ضامنه لأن نفاك عندها أربع دفاع البكر دخل لكن من تلقى الطريق ما عندها مشكلة بالشوط حديث يغير إلى المركز الأول سلام سلام إلى دولة الإمارات سلام يا أبو حمدان نتخل الدخل عن 800 كيلوه قلت كل شي على الله إن شاء الله أنا أكون لأنه في أسلام بعدها يكون فيه خيب أما يبارك لأ فيه لكن الحمد لله رديت الضباكتك الحمد لله كينت كارول أبدو الله عزيز دين باري أي وجه شوه دكورو أنا مبسوط في المدينة الأمريكية عبدالعزيز ونحن شفنا الثقافات الناس وموقعها طيبة ونحن شفنا الثقافات الناس ونحن شفنا الثقافات الناس وموقعها طيبة اشتركوا في القناة حي الله أهل الهجن في كل دول الخليج من مملكة العز تتواصل فعاليات مهرجاني للملك عبدالعزيز للإبل هذا العرث التراثي الكبير الذي يقام للعام الثالث على التوالي وتشهد أشواطه النهائية على الرموز مشاركة كبيرة لأبناء القبائل وأصحاب سمو الشيوخ بعد موقعة الحجائج جاء الدور على سن اللقاية سن المفاجآت حيث ستقام اليوم أربعة شواط الرموز شوطاني مفتوحان لهجن الشيوخ ومن يرغب من الجماعة وشوطاني للعامة هما من سيدور فيهم الصراع على نقاط بيرق ناموس حياكم الله مشاهدين الكرام في يوم اللقاية يوم الرموز للجماعة والليهجن أصحاب سمو الشيوخ هنا في هذا المهرجان الطيب الكريم مرحبا بالجميع في ميدان الصياحة في هذا المهرجان الطيب الحالة الجوية اليوم قبل انطلاق أشواط الرموز في الفترة المسائية تقول أن درجة الحرارة مرتفعة بعض الشيء وتصل إلى ثلاثين درجة مع وجود رياح الأمر الذي يعني صعوبة الركض وعدم تحقيق التيمات المميزة لكن ذلك ينطبق على الجميع كيف الوضع عندك يا سلطان الوضع إن شاء الله طيب لاحظناك في المراكز السابقة في أسماء يعني رؤوس أقلام تدخل وتشكل خطر على المنافسين تأخذ رموز وإذا ما كان في حظ تروح على الثاني يعني مشاركاتك كلها قوية الحمد لله هاتوف يجمع رب العالمين بس عندك يعني شيء في الشوط هذا أكيد في اللقاية والله شوف شعار هجنا الرئاسة كلهم مضمرين إن شاء الله الليلة واحد منهم بيتوفق إن شاء الله إن شاء الله هذه غرفة عمليات قبل الأشواط واتفاقات تصير سالم بينك وبين الإخوان طبعا أكيد ما ينغلب سالم نحن معلك منه طرال الإدارة كلها عنده والتوجهات عندنا واللي يقول لنحمان خالف إذا خالفناه ما سويني جاعد عن تالي ما الله يوفقكم إن شاء الله مرتاحين الشباب متطمشين فارق فارق مريح جداً ربما يحسب البيارك في السعودي وجهة نظري هاي ولو يختلف معاي سوالي إن شاء الله إن شاء الله يتمنى الله يسمع منك إن شاء الله وينحسن من الليلة بعد ما في السعودي الحلفان في أي شعر شعارك في كار في قاعدة في أي في الجماعة لا الشوق يا رجل نعم شعارك شعار النايفات في النايفات والله ونعط الله يوفقكم اليوم العاصمة والرياسة والأمير تركي هذا طراتها صح الشوط الرمزين طلعب الشوط الرمزين شعب الشوط الرمزين شعب في الشعب في البكار نعم شوط واحد معقولة تروح ليم ونروح في الرمز نعم والأسماء الكبيرة اللي جاية هلنا كبيرين إن شاء الله والله لعم ما في الصعوبة والله الشوط صعب لعم أكل إحنا معاه لا لعب والله لا نطحش لعم ها الله يوفقكم إن شاء الله والله الحالة كل قوي كل شوط مو هاي شوط اللي حندك طعم الشوط الجماعة أو المفتوح نعم تفرج عندي بكر إن شاء الله الشوط أشوف الجهاز هذا نعم إذا اليوم أنت يعني متفرج وتمستمتع بس مركب إن شاء الله كله كله ثلاثة بواحد إن شاء الله أكثر شيء أكثر شيء أكثر Laser ولا مركض ولا مستمتع كله راكض واستمتع شعر الشيوخ عندك شعر المير المير ترقي نعم إن شاء الله نقول إن شاء الله بحضري إن شاء الله أي شوط أكثر في القعدان عندنا عندنا شيء في البكار عندنا عندنا القعدان والخيان عندنا في القعدان والتوفيق على الله سبحانه وتعالى المراكز قدها خلاص الحمد لله رب العالمي الحق ما تلحق الله يوفقنا يوفقكم إن شاء الله في النافع والناموس بحد ذاته حضور طالع عمرك المؤسسات الكبار على هذا الميدان تروح اليوم النايفات إن شاء الله رجل الله إن شاء الله إن شاء الله نقول إن شاء الله تجمل أحنا أنت بيت أربع بين أرضك وجمهورك ترى إحنا بين أرضك وجمهورك هذه أرض كمهورك أرضي 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 كمهورك لا يحتاج هذه ديرتها ما فيش أدوال الخليج كلنا ما فيش كل إسلامية من طلق الشرطي بن بيشان منها لكم التوفيق إن شاء الله مرحبا ومسهلا مرحبا 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 الجماهير السعودية والخليجية تجمعت في دورة الصياهد في هذا المساء الجميل بتتابع الصراع بين الشعارات العملاقة الرئاسة والعاصفة والنايفات وهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي ومع انطلاق الشوط المفتوح للبكار شوط الرمز تشن هجن الرئاسة الهجوم على المقدمة عملا بمبدأ صاحب الضربة الأولى كسبان لكن سرعان ما ظهرت هجن العاصفة في الكادر وبدأت تساير السيطرة الحمراء عن طريق همس المجازف وأزمة العملاق حتى هبت العاصفة من خلال الراشدية التي يعطاها غيات الهلالي الأوامر للتقدم واستلام زمام الصدارة وجر الشوط تلاحقها همس ولا تدعها تحسم الأمور لكن النصف كيلو الأخير تظهر خطة الهلالي الذي حرك الضبي وحكمه لتجتازى الراشدية وتقولان لها مشكورة أديت ما عليك وتطيرا مع الريح حتى وصلتا خط النهاية قبل الجميع لتظفر الضبي بناموسي أقوى وأهم الأشواط وتهديه للشعار الملكي ولفزاع عاشق اللقاية سلام العاصفة سلام سلام غيات الهلالي سلام إلى فزاع إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ولي عهد دبي يقدم لنا حكم ويقدم الضبي الضبي خاطفة لكأس لكاية تعانينا للحاصفة ناموس ناموس بيض الله ويهد فضع طيب هذا بن راشد على الخط هو ساير منك من دبي ناموس رئيس الدولة بغانم ناموس مهم اليوم العاصفة تواصلون التألق وتتبتون للجماهير أن حالة هجن العاصفة الموسم هذا حالة ممتازة جدا الحمد لله أول شيء متوفيج من الله ودعم معازيبنا الله يحفظهم الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان محمد ومتابعتهم وتوجيهاتهم هذا المستوى اللي وصلت له هجن العاصف دخولكم على أول وثاني كيف كان التكتيك للشوت وكيف كان الشغل شفنا أعتقد الراشدية اللي كانت يرق نعم نعم هذا الحمد لله هذا طالع أول شيء الشيخ حمدان كان بحضر بعدين للظروف اللي حصلت الجوية وهو متابعته عندنا بالتيرفون الله حق اللي خط النهاية حنب لا لو يعني حاضر ولا يعني حاضر في أرض الميدان ولا غايب هو عند رع يتكن عقب الشوت وقلت لي هذا الشيخ حمدان يتصلوا كان يصير معنا الشوت من بداية الشوت اللي النهاية شو كان يقول لكم الشيخ حمدان قول لي تراها القدامي مستانسة ورغم 15 حرق يعني عرف قدرات ركابه علين 6 ميون تضحت الشوت قال ناموس وإن شاء الله نكمل بتون أولا من 600 تضحت أينها قلني على البكرة اللي سابج والبكرة اللي سابج البكرتين ما شاء الله والله هذا يطال عمرك اللي سبقات ياهي ثالثة في صيفة شندارع في الشوت المهجنات في الكاس في عاصمة الميادين في بوضبي واللي يطال عمرك ياهي ثانية من إنتاج مطار بن دحروي ما أخوذ من ولي الأحد وفي الوقت بما أكدناها خليناها له اليوم والحمد لله توفقت الباكر وبمركازها طيب طيب واي جدا حق هو السن التراهنون علي خلصنا اللقاية باقينا الإذاع والثناية والسيح هو ذروة السنام علي ما قلون الشارع الرياضي اللقاية وسيح وسيح وهو في الشوت يعني فهل مهرجان الطيب أول شيء نشكر حكومة السعودية حكامن وملوك وشعب على هالتنظيم الطيب على هالدعوة الطيبة وبالعكس حما حسينا أن يعني فارضنا فارض الملك فارض العز بالعكس يعني كل يعني نعكس على الشكر للمنظمين والقايمين على هالدعوة المهرجان كلا من تهدي هذا الانجاز؟ رئيس الدولة الإمارات واللي نائب رئيس الدولة الإمارات الشيخ محمد براشد حاكمة بي واللي عهدت بي الشيخ حمدان محمد اللي حافظه واللي جماهير هجن العاصفة ثاني الأشواط المفتوحة كان شوط القعدان وكالمعتاد تأتي البداية الرئاسية حمراء حتى وصل ما يعتاز بشعاره الأخضر المملوك لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد آل سعود وهو صاحب نفس الرمز في ميدان المرموم ويحكم مقابضته على الصدارة ويقول لمنافسيه ما اعتاز شيء للظفر بن ناموس لكن فجأة يأتيه الشهم الشهم الرئاسي من سلالة الشهم في الكيلو الأخير ويقول له بسم الله عليك وبسم الله علي ويطير الشهم كالسهم ليخترق حاجز الشوط ويعبر خط البودرة قبل ما يعتاز مهديا رمز القعدان المفتوح إلى الرئاسة وهجنها وعشاقها وسلام العملاق سلام اجتدت المعركة بين الشعار الخضر الشعار الحمر مروا عبر مروا عبر 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 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب البندقية على أرضية ميدان الوذبة سلام يا الإمارات سلام يا أجن الرياسة سلام يا العملاقة ناموس يا سلطان خير وسهلة رمز غالي وجودك مهم والرئاسي دقي 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 الرياسي الحمد لله ما قصرت نافزت على الرمز وخذت شوط القعدان رمز القعدان الحمد لله عندك شيء في الشعب سلطان نعم سأمحني بس أنا بقى أبخف منك كلمتين إلى من تهدي هذا تم مرحن وقتنا لك بابا سلطان تسلم إلى من تهدي هذا الرياس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد اللي طول بعمره وسمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ نصور بن زايد ولا حكام الإمارات كافة وسمو الشيخ سلطان بن حمدان الدعم الرسمي لهذا العزمة وصلنا إلى أشواط العامة أبناء القبائل الكرام وهنا لابد من التفكير في البيرق ونقاطه فهل سيظهر رجاله على مسرح الأحداث أم سيكون الفوز بالرمز من نصيب شعارات أخرى ليس لها في البيرق ويهمها فقط الناموس ينطلق شوط الأبكار للجماعة والمشهد على أرضية الميدان بعد الأربع كيلو مترات الأولى يقول أن الصراع سيكون مريرا في هذا الشوط الذي احتشدت فيه كل الشعارات الحابل اختلط بالنابل في النصف كيلو الأخير بالنصرة والاتحادي وبالراية وبالنهيان واعصار الظفرة الكل في المقدمة والكل يرغب في الناموس لتحتبس الأنفاس في الأمتار الأخيرة لتقول الفائزة لبو زايد المنصوري عن الفائزة في هذا الشوط عندما أخرجت ما لديها وتتفوق على الجميع وتجتاز قبلهم خط النهاية مهدية الناموس والرمز لمالكها محمد زايد المنصوري وسلام الظفرة سلام سلام بو فري سلام في عالم التغمير في عالم التغمير المشاغب الأسطورة حمود الوحيبي يفعل كما فعل العملاق يفعل كما فعل شقيق وصلوا السلام لبو زايد وصلوا السلام لمحمد الرموز بو زايد ناموس 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 يالله حمود عشان عندك شوت ونحن ما بنا خارك ناموس مرحبا ناموس 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 ستال خير ناموس 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 ابطيته ابطيته السنة هذي شوية والله من تواجد السبوك حن نتواجد اه كلمني على البكرة بو محمد هذه البكرة سلالة تل فائز أخذت القزيرة وليوم أول مشاركة لها في أشواطن رموز اليوم أولنا أول مشاركة وأنا ضامن الشوت 100% بقول لك 100% ضامن لأنني فاكي عندها أربعة دفاع البكر تخر لكن ما تلقى الطريق ما عندها مشكلة بالشوت كلام سهل عقب الشوت ما قلت لنا قبل لا ما يتني قبل بتقول ضامن معناته أنت وضعكم زين في المركاض بشكل عام عمين إن شاء الله كيف وضعكم الشعام محمد زايد والله بإذن الله عني إذاع طيبات وثناية طيبة وفي السير آخر رموز اللقاية في شوط العام للقعدان كان من نصيب أديب لدكتور الأصالة الذي انقضى في الرمق الأخير من الشوط على الوافي للبريسي بشعاره البرتقالي وخطف منه الصدارة ليهدي الفوز والرمز الجديد إلى مالكي الدكتور راشد بالزفن العفاري الذي على ما يبدو أن حلاله سيكون له حضور قوي هنا في الصياهد لتذهب رموز اللقاية الأربعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلام يا أهل الهجن سلام ولكن بالراية 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 آتيب 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 دكتور دكتور آتيب يغير إلى المركز الأول سلام سلام إلى دولة الإمارات سلام أبو حمدان والآن ينضم إلينا على الهواء مباشرة ناموس 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 هيدا حبيبين دكتور دكتور يا دكتور أين أنت يا دكتور في وسط هذه المعمعة أنني مختفي خفاءا لن يعلم بي أحدا دكتور أنا سجلك على السبيكر مع المايك حصريا على قناة دبي ريسنج مرحبا 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 قوي هيتم ولأنك غالي علينا وطال عمرك نبغي نفرح معاك حتى لو كنت خارج المملكة لكن نبغي ننومس لك ونبارك لك وتعطينا انطباعك على الشوف والله الحمد لله أول شوطي أول كيلوين كده متخوف يعني ما شفت للي شفت الحرارة من اللي كده يمين كده متخوف وقدت صلب المضمر لكن من تخل عند كيلو ثمانمية قلت كل شي على الله إجابة أنا بيكون اللي نروفك عندها ما بعدين براية قعودة صيبة ما يبارك لها فيه نعم لكن الحمد لله رضيته دباغتها الحمد لله دباغت براية حبيبي براية يمكن لونة تغير قعودة حمد هل يلي دباغني أفرنيت مثل شوها؟ أنا كبيبا كده 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 أنا أحبك كده 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 أنا ملك حدين مصنحي عاصل لأ دي نقول ملك 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 يمي يافي يعني أثمن كلامك إنك جاي بقوة في المهرجان هذا في الصغار أوكي؟ في الكبار لا في الكبار طولي عمرك بس أريد أشارك أخواننا سعوديين فرحاتهم فرحة طول عمرك مهرجان الملك عبد العزيزة ميرحمة قريب على قروب الإماراتين أكثر من السعوديين نفسهم نشارك كل فرحاتهم برافو عليك برافو عليك لحظة 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 بس بس تعال تعال والدرع والدرع خلاص رفع الراية البيضة طيب في دبي طيب في دبي دكتور لك زيارة السعودية في المهرجان ولا خلاص؟ مانك جاي والله ما كنت ما ممكن لأني عندي حكم العم وعندي سواء قعوبة يمكن ما ما هي لأني أنا ما شجعني يعني الزرع ما أظن ينجي طيب 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 الحمد لله توفق قديم من هذا توهد من الله سبحانه وتعالى نرحب بيقولكم في هذا المعركات والله يحييك يا محمد ما شاء الله عليك متألق انت في المونسي مواضي على مستوى الضمر والله الحمد لله الانسان يقتهد ونصر الله سبحانه وتعالى يا الله ويه اكلمك راشد متى تكلمك الدكتور؟ والله اليوم ايوه بس من عندك كيلو وكلمك ولا ما كلمت في شوق؟ لا ما كلم لله الصباح بس اليوم ما كلمت بس الصباح ها؟ بس بس اهه انا اتمنى ان اتمنى ان شاء الله يكون شاكتو 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 موسيقى 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 نحن في هذا المكان في القرية التراثية الجميلة وهو مكان جميل فعالية رائعة ومصاحبة لمهرجان غالي ورائع جدا في هذه الفقرة نتواصل أكيد مع زميلي ورفيق دربي الغالي سالم بن سعيد بن حضيرم حياك الله يا أبو سعيد السلام عليكم أبو سلطان حياك الله كيف الحال؟ كيف الحال؟ سريك الحال؟ الله يسلم يا مرحبا السلام مسي عليكم مسي علي متابعيننا عبر هذا البرنامج الطيب برنامج اللي لجن من هذه الغرية التراثية في هذا المهرجان الطيب مهرجان الملك عبد الحزيز يا سلام ويرافقنا مع الغالي بن حضيرم ضيف عزيز بل هو واحد من أهم عناصر هذه الفقرة رحبوا معي جميعا بعايض لبقمي مرحبا هياك الله يا أبو سفر كيف حال؟ هياك الله يا مرحبا السعال الله الحمد لله أبو سفر نتشرف معك اليوم في هذه الفقرة وبداية اللقاءات معنا ومعاكم مع أبو سعيد جاهز؟ جاهزين مستعد؟ عاب نيشارة الانطلاق ووو مستعدين من هعدين نيئ واشتنع شنا hebbennous طيبة وبقي العرض بن غيرهي للاحيةكم ووووو نعم جاهة؟ نعم نعم هياكن من غيرهني من غيرهر والتقوس بعد ما هذا ما نشجع بعد تقوس لا معاد دغاثر هو عميلة الدبا بيشوي كلهم عميلة شكرا الله أعتقد أنتم من جماهير المزاين أكثر تعايد الشلاحي تعايد الشلاحي تعايد تعايد سنين الموزين سنين الموزين قلنا الدبوس ما شربوا في نجال الدبوس بكرة من دغاثر يثبت كل شي بكرة 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 ويوم السبت يوم السبت المغرب نعرف كل شي الله أعطى كسر الجواء الروح الرياضية موجودة 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 موسيقى أقولك حنا الأول يرضى عليك من المخلقة الدنيا ما قدام لك الرقم واحد هي الدولة اللي وظفتنا كوفه كطية هذا المكان اللي احنا فيه وشو هذا مكان؟ ايه حيث عن رسلتك ثقافات العالم ماذا أعطي الدول؟ خلقستان خلقستان بسبذلكان خلقستان كل هذه يستخدم الهند من يحبه هند غاموس بسير كل خلقستان أسباكستان أسباكستان تاجستان مجال كم تفعلين هنا؟ ماذا تفعلين هنا؟ لا يفعلونها ها ما يفعله هنا؟ لا عرض كرغسطاني هل يتعرف كرغسطاني؟ نعم أكبر كرغسطاني أتحدث هنا تحريك نتحدث هنا أتحدث هنا أتحدث كرغسطاني أكبر كرغسطاني أتحدث أنا أكبر أتحدث هنا أكبر يخدم برقب أكبر كتاب لقد هم مناقع جميعاً وفستيوال منطقة عزيزة أنا مبسوط في مدينة الملك عبدالعزيز ونحن شفنا الثقافات الناس ونحن طيباً وشكر لباي ريسنغ على اللقاءات الطيبة نعم. واشكر حيثن الحمالي شكراً. وبنحضيرهم؟ لا بنحضيرهم مالا. الرياء ما قال عاد انت شي تيب من الخيال غالي. عرب عرب عرب. مكسيكو. مكسيكو. كيف تيك مكسيكو؟ حيثن الحمالي. ما يقول؟ يقول للموري طيبة وانا هنا أماث البلدي بالنبس الحلو. انت مقتنعم كلامه صحيح؟ لا والله. أنا الخيالي. هو يتبع سياسي تخرط عليه ما تحرم. هيا بنحيبنا. كوستاريكا. كوستاريكا؟ هل تأتي إلى ساودي اريبيا؟ ماذا تفعلين هنا؟ دانس. ها؟ دانس. تفضل. بسعيد. ياي هذا راقص. ما ليه؟ لا. فولكلور. 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 راقص فلكلوري. مع الموزيغة الغالية. هاي مع الموزيغة الغالية. هاي زهن. هالحيه راح تتابعون المواجهة. بين أبريح ظيرم والفقمي. اوكي؟ شو بالتحدي يحيد. ها؟ وين هاي ذا من الحمادي بعدويانا؟ لا هاي ذا معلق. لا يا ريال. موسيقى 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 الغالي. لا الله وحاكتنا. خلنا نترجم عليه لنا. شكرا. كم ذكي هنا؟ كم ذكي هنا؟ كم ذكي هنا؟ كارغستان. قرية تغيرت يا أبو سفر من العام الماضي. تطور كبير من ناحية الحجم. المساحة. المحلات. المعروبات. المنتوجات. دائما عندما تدخل القرية المصرية يجب أن تأخذ من اللب المصري. المهرجان مالك حمد العزيز. أنا أقول للمهرجان خانب لا رافعه اسمه قبل المشاركين والفعاليات والمصاحبها. سلام عليك. وثانيا اللي هو الفعاليات والمصاحب لها من الله منبركه. نقدم شكر لأسيدي ومولاي خادم الحرماني الشريفين. باسمي باسم أخيائي باسم الشعب السعودي. على المهرجان الوطني. والموروز اللي هم حافظينه إلى هذا الوقت. شكرا لكم. نحن العام الماضي جينا. كانت القرية شوي أصغر. المرة هذه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن زين. أم حلو الله يعافيكم. يطول عماركم. حبي أنتم وجهين الرسالة للقيادة الحكيمة في المملكة العربية. الله يوفقهم ويوفق سلمان ويوفق محمد ويعافيهم ويطول عمارهم إن شاء الله يا ربي. أنت من وين من شاء الله؟ أنا من الرياض والله. الله يتسلم. جاي من الرياض المتعني عشان للمعارضة. عشان هيا الله يعافيكم. كل شيء ذكرت الماضي يا خب. هي والله هي والله. كل شيء والله. موسيقى لو كنت مكانا ما بتدوخ؟ تضربه. أنا لبتين بطيح. مرش الكلام قال. بس تتوقع كيف يحاروض على هاي. هذا كل شيء أبو سلطان بالتمرين. الرياض متمرن. تتفق مع أبن حضيرا منه بالتمرين. موسيقى في التمرين زي الكورة بس. في التمرين. في التمرين. ما شاء الله. كم خليت هنا؟ كم خليت على التمرين؟ لا التمرين كثير ولا صغير بلعبها. موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى